وبيقول مساحاتنا صباحية إلى اليوم رح نكون ضمن الفقرة الطبية ونحكي عن مرض كتير شائع عند الأطفال وهو مرض السكري عم نلاحظ ارتفاع نسبة الأطفال يلي عم ينصابوا بهذا المرض ورح نطرح مجموعة من الاستفسارات على ضيفنا لليوم شو هي الأعراض يلي عم تكون وهل ممكن الأطفال الرضع ينصابوا بمرض السكري لنحكي أكتر عن هذا الموضوع بسدنا نرحب بالدكتور أسد إبراهيم هو اختصاصي في الغضض السم والسكري عند الأطفال سد صباحك صباح خير أهلا وسهلا فيك دكتور صباح خير دكتور بالبداية خلينا هيك نحكي ونتعرف شو يعني مرض السكري عند الأطفال أي عمر فينا نقول إن هنه عندن سكري ولا ما عنده هو بي خلق معه او بيجا بعدين هل دكتور السكري بشكل عام هو نوعي ان دكتور السكري نمط واحد اللي نسميه الشبابة أو المناع الثاتي ودكتور نمط موضوع لما منحكي عن الدكتور عند الأطفال م poorly قضي عن النمت واحد اللي هو أكتر شيوعين عند الأطفال طبعا دكتور السكري لا ما بيخلق مع الطفل هو أكتر الأمراض الاستقلابيه المزمنة شيوعا عند الأطفال ممكن يحدث بأي عمر من الولادة حتى عمر 18 سنة الآلية فيه هي تخريب مناعزاته أي جسم نفسه بيخرب الخلايا المفرزة للأنسولين نتيجة عوامل متعددة في شيء له علاقة بالاستعداد الجيني طبعا هو مرض غير وراثي هاي من أكيد علينا نحن لا يورس من الآباء للأبناء إنما فيه استعداد عائلة يعني فيه عائلات أنماط أنسجة معربة أكثر للإصابة بالداء السكري هذا الاستعداد العائلة أيضا لا يكفي لوحده بده يكون فيه عوامل بيئية مرافقة نمطين هنالك هذا نحن عم نحكي عن نمط الأول النمط الأول مناعزاته النمط الثاني هو نمط مختلف تماما هو مقاومي على الأنسولين وعادة بعد عمر الأربعين سنة النمط الثاني ويراثي معظم العائلات يكون فيه عامل ويراثي واضح الآن النمط الثاني قد يصيب الأطفال بأعمار غالبا بسن البلوغ ممكن بعد 12 سنة إذا ترافق مع عوامل الخطورة المعروفة اللي هي القصة العائلية مع البداني يعني النمط الثاني مرتبط مع البداني بينما النمط الأول لأنهن كيانين يعني نفس الاسم ذا سكري إنما الآلية مختلفة والعلاج مختلف بشكل عام طيب دكتور خليني نحكي معناتها عن الأعراض يلي بتكون وكيف بتم اكتشاف مرضه السكري عمد الأطفال الآن مرض السكري غالبا الطفل بيراجع بقصة بوال إنه عم يبول كتير السهاف عم يشرب مي كتير معنه حول عم ينحف رغم إنه شهيته جيد هاي الأعراض إذا ما انتبهنا إلى في البداية ممكن تستمر عادة أسبوع إلى ثلاثة شهور خلال هاي الفترة بيصير الطفل يتعب لأنه عم يفقد الحريرات يعني ما في وارد الغزاء اللي عنده عم يضيع بالبول على شكل غلوكوز فبتظهر عندنا التعار بيصير عندنا تراجع بالأداء المدرسي بيصير عندنا أحيانا عدم مقاومة للإنتانات ممكن تصير إصابات جلدية بالفطريات معظم الحالات يتم تشخيص المرض قبل الوصول لهذه المرحلة إذا ما دخلنا نهائيا وما اكتشفنا المرض يدخل الطفل بحالة نسميها الحماض الخلوني السكري هي حالة تستدعي الاستشفاء فالعراض الرئيسية الثلاثة نحن نركز عليها دائما البوال والسهاف والنحول نعم دكتور يعني دائما العلاج هو دوائي لمرض السكري وهو طويل الأمد تمام وممكن الشفاء ولكن يعني نادرا هذا الشيء لا يحصل هو مدى الحياة تمام خلينا بس نحكي عن العلاج الدوائي ويعني وعن المراقبة من قبل الأطباء ومن قبل الأهل يمكن أحياناً بصير في تلاعب بالسكر ارتفاع ونزول للأطفال بأثر هذا الشيء أكيد على صحة المكتر طبعاً دائما السكري مثل ما حكينا هو مرض مزمن أي مرافق للشخص وبالتالي لما منشخص هذا المرض صار مرافق إلنا على طول مدى الحياة الآلية فيه مثل ما حكينا نقص الأنسولين وبالتالي العلاج هو تعويض الأنسولين حتى الآن كل دول العالم العلاج الوحيد المطبق للداء السكري هو الأنسولين والطريقة الوحيدة لإعطاء الأنسولين هي تحت الجلد يعني علاج دوايه الأنسولين تحت الجلد طبعاً تتوفر أشكال مختلفة للأنسولين وعم تتطور تقنيات الحقن يعني بدأنا بالأنسولين البطيء السريع صار في عنا الأنسولين كمان المختلط هلأ صار في عنا حتى مضخات هي بتعطي الأنسولين وفي أجيال من المضخات هي بتعاير وتعطي أنسولين فنحن نفهم الأهل أنه في عنا ثلاث أمور لازم نركز عليها العلاج الدوائي اللي هو حصراً أنسولين دائماً الأهل بيسألهم ما مشي حال منظم سكر لا النمط أول هو علاجه بالأنسولين نوع من التفقيف الغذائي التوازن الوجبات ومواعيد الوجبات لأنحن نعطي أنسولين حتى يغطينا الـ 24 ساعة والنشاط الفيزيائي هذه الأمور الثلاثة لازم ننظمون مع المراقبة اليومية لسكر الدم حتى نضبط الجرعة ما في جرعة مطلقة أنه كل طفل حيحتاج مثل الثاني نحن منحاول ندخل نظام علاجي مناسب للعائلة نشوف كيف دوام العائلة مين بده يعطي أنسولين أيساء لازم نأخذ الصباح أيساء لازم نأخذ الظهر والمساء مين بده يعطي الحقن ومين بده يراقب مع المراقبة منعدل الجرعات بشكل عام بشكل دوري الهدف هو تجنب نوب نقص سكر الدم وتجنب الدخول بحماط خلوني سكرية هذا الهدف على المدى القصير الهدف على المدى البعيد منع الاختلاطات التي تتعلق بالكلية وبالعين دكتور دعنا نحكي الأطفال الرضع ممكن يصابوا بمرض السكرية أنت سألناك على الأطفال يمكن أن يذهبوا على المدرسة اللي هنوا نواعيين بيقدروا بيحكوا شو الأعراض فالرضع ممكن يصابوا بمرض السكرية دع سكرية نمط واحد يمكن أن يصيب أي عمر منذ الولادة حتى 18 سنة في حالات عندنا نسمي دع سكرية وليدة يعني بعمر 3 يام يسمعوا دع سكرية هاي تختلف الآلية بس هو نفس المبدأ فرط سكر الدم مع الحاجة للعلاج بأنسوريا وتالي ممكن يظهر بعمر شهر شهرين بمرحب الرضاعة حتى عمر سنة بأي عمر يمكن أن يصعر ونكتشاف وتحليل معناها هنا معظم الحالات غالبا طبعا هو تشخيص الأكيد للسكرية بمعاير سكر الدم صباحا على الريق لازم يكون أكتر من 126 ميلي جرام على ديسيلتر أو عشوائي أكتر من 200 ميلي جرام على ديسيلتر حتى نقول أنه هذا داء سكري الرضاعة ممكن ما ينتبهه للأعراض الأهل بس غالبا بيصاحبه نوب من بكاء غير مفسر والطفل معهم يزيد وزنه وممكن يلاحظوا أنه كمية البول بالحفوظة كتير كبيرة أو أنه عندهم حدا مصاب بالسكر ينتبهه لأعراض وبيعيروا السكر وممكن أنه ندخل به حماد خلوني سكري نعم دكتور يعني عند الكبار يعني فيهم يضبطوا حالا من ناحية الأكل من ناحية إذا حسوا بيرتفاع أو نزول أو أي اضطراب بالسكر ممكن يعملوا رياضة ممكن يمشوا حتى ينزلوا السكر بتدمه ولكن عند الأطفال يعني هنن أصلا حالتن النفسية بتكون يعني متعبة تعبانين تعبين أهاليهم أنه نحنا عم ناخد دواء نحنا عم ناخد سكري نحنا ليش غير رفقاتنا اليوم ما كيف يعني نخلي الأهل أنه هنن شوي يريحون لأولادهم نحنا كأطباء كيف فينا نفهمون لأطفال مرضى السكري أنه معلش نحنا بنا نتأقلم نتأقلم حتى لو كانوا بعمر صغير معظم حالات الفريق اللي بيعم بيشتغل مع الطفل المصاب السكري فيه حتى أخصائي نفسي يعني فيه نحنا نمشتغل كطبيب غدا تصوم عند الأطفال فيه عندنا أخصائي نفسي واجتماعي العائلة والطفل بحاجة إلى دعم معظم الحالات الطفل عم يتقبل هذا الموضوع ممكن طبعا عند التشخيص كمرض مزمن بيصير فيه عندنا يعني نوع من الصدمة النفسية الإنكار أنه هذا المرض صار فيه تعقيد بالحياة معظم الأهالي بمساعدة الطبيب والدعم النفسي بيتجاوزوا هذا الموضوع الأطفال طبعا حسب عمر الطفل نحنا نلجأ لأحيانا وسائل إضاحية نشرح له نشرح له بشكل مبسط الطفل ما فيك ما كتير بيقدر المخاطر البعيدة يعني أنا ما بيستفيد إذا قلت له إذا ما أخدت أنسولين رح تنضرب الكلي لا لازم نوصل المعلومة بطريقة مناسبة لتطور الطفل ضمن أحيانا مجموعات عمل بيكون فيها أهالي لأطفال مصابين بالسكر الأطفال بيحكوا تجاربهم لبعضهم مع الشرح موظم الأطفال بيتعاونوا بهذا الموضوع أحيانا بيصير عندنا مشاكل بفترة اليافعين أو فترة المراهقة بيصير فيه نوع من الملل أحيانا الطفل إنه صار له فترة عم ياخد أنسولين بيصير فيه نوع من إنه إذا ما أخدت أنسولين شو بيصير أو إنه إذا أخدت حقني زائدي ونزل سكري شو بيصير طبعا كلها التعامل معه مع الأهل مع الطفل بيشرح مبسط وبالاستفادة من تجارب العائلات بيشتمهم مع بعض بأي عبر فينا نأمله للولد إنه هو يصير ياخد أنسولين لحاله هو يعتمد على حاله يعني بعد فترة قديش نحن معظم الحالات الأطفال بعد سن المدرسي بحدود العشر سنوات قادرين من علومنا هو شيء على أنه المراقب يعاير سكر الدم هو بعد العشر سنين معظمهم قادر إنه ياخد حقنة الأنسولين بشكل مفرد هو دكتور خلينا نحكي طيب نرجع نأكد عن المعضل الطبيعي للسكر عند الأطفال قديش اللازم يكون وكمان يعني نرجع نركز على معلومة إذن نحن عم نحكي إنه ما نمرض ويراسي ولكن هو ممكن الاستعداد الجيني يخلي الطفل ينصب في سلوك الحياة اليوم أو الغزاء قديش عم يلعب دور اليوم بإصابة الأطفال بهذا المرض على قيم السكر الطبيعية نحن على الرئيس يعني بعد طيام حوالي 8 ساعات تتراوح بين تقريباً 80 إلى 120 تعريف السكرية عندما يكون سكر الدم على رئيس أكتر من 126 ميلي جرام عديس لتر قيمة عشوائية مهما كانت الوجبة يجب ألا تتجاوز 200 ميلي جرام عديس لتر فهي تعريف الدق السكرية القيم اللي بين 110 إلى 126 نسميه خلل تحمل السكر نفس الشيء بين 140 إلى 200 هي خلل تحمل سكر بس لا تدخل ضمن تعريف الدق السكرية دق السكرية نمط واحد بشكل عام تعديل سلوك الحياة لا يفيد في الوقاية لأنه هو مرض مثل ما حكينا فيه استعداد جيني وفيه مناعي ذاتي فيه تخريب للخلايا النمط الثاني دق السكرية نمط الكهلي اللي ممكن يسيب الأطفال طبعاً دي عمر 12 فما فوق هاد نمط الحياة يلعب دور حاسم يعني تجنب البداني تجنب عوامل الخطورة نظام النشاط الفيزيائي طبعاً لازم يكون فيه نشاط فيزيائي ممكن بالبيئة العصرية حالياً النشاط الفيزيائي قليل اعتماد على الموبايلات نمط الوجبات السريعة اللي فيها حريرات كتير عم يساهم بزيادة البداني وبالتالي عم يزيد التعرض لخطر الإصابة بالدأس كري نمط اثنين نعم دكتور طبعاً عند الأطفال كيف فينا نحنا نضبط نضبط الطعام والحلويات والتشيبسات وحتى الفواكه يعني في كتير فواكه موسمية هي ممنوعة عند مرضاء السكري كيف فينا نحنا نضبط لهم هو تحلاية أي شيء الشاي الشيء بيحبوهن كيف فينا نحلين نحنا هل العسل مسموح هل في قصصة نحنا ممكن نأخطئ بإنه استخدامها لأطفالنا طبعاً بالنسبة لنظام الغذائي للمريض أو الطفل المصاب بالسكري هو نظام غذائي صحي للجميع في عدة نقاط والعزم الجميعي يستخدموا بالعائلة أنا طبعاً دائماً مننصح مننصح أنه إذا فيه طفل معه سكري وطفل ما معه سكري ما بصير ميز هاد إنه هاد مسموح كل شيء وهون لا نحنا دائماً بدو يصير فيه نقاش لا احترام خلينا نقول الهرم الغذائي للطفل المصاب بالداء السكري الطفل المصاب بالداء السكري ما نهو ممنوع من كل شيء نحنا المشكلة عندنا إنه عم نعطي أنسولين بمواعيد خلينا نقول ثابتي وبالتالي النقطة الأهم هي مواعيد الوجبات أكتر من نوع الوجبات يعني موعد الوجبية لازم يكون مع عمل الأنسولين أكتر شيء بيزعج الطفل إنه ما فيه يأكل أنت ما بدو يعني مو أنه كل ربع ساعة اشتهى شيء فيه يأكله أو كل مصص على أنه لا بدو يصير فيه تتفاوت بقيم سكري الدم بينما إذا احترمنا نظام الوجبات فطور غدا عشاء بيناتهم وجبتين خفيفات هذا الشيء بيحقق توازن بمستوى سكري الدم هلا بكل وجبه الطفل بيحقق له حصة من الكربوهيدرات يعني السكريات حصة من البروتينات والدسم بس فيه عندنا مثلا الكربوهيدرات منشجع الكربوهيدرات البطيئة لأمتصاص مش سريعة يعني السكر عسل فواكه هاي رح تمتص بسرعة وبالتالي بتعمل تموج سريع بقيمة سكري الدم بينما الخبز أو النشويات هي سكريات بطيئة تمتص على فترة طويلة وبالتالي تتلأم مع نظام الغذاء فنحن نوعية السكريات تتلعب دور نفس الشيء بالنسبة للدسم منشجع الدسم النباتية وانه يتناول كمية كبيرة من الطفل السكري ما هو ممنوع من الفواكه انما له حصة هذه الحصة تحسب بناء على جرعة الأنسولين اللي بدي أعطيها هلا فيه دائما نحن ما لازم نكون صارمين جدا مع الطفل يعني الليك بدي مثلا فيه حفلة عيد ميلاد وبدو يأكل قاتو الأفضل انه نلاقي له حل لهذا الموضوع انه نعدل الجرعة ونعطيه جرعة أنسولين سريع حتى ما يحس حاله مختلف وحتى يتعاون معنا لأنه إذا ما حققنا له هذا الشي بيصير يهرب بالمدرسة أو يأخذ من رفعته ما لازم يكون فيه نظام غذائي محكم فيه أريحية بدون تعقيد والهدف طبعا هو الضبط والضبط يقاس بمشعر نحن نسميه سكري التراكمي كل ثلاثة الشهور يمكن دكتور من هون الصعوبة بتجي هاي الفترة قدش الطفل لما يروح مثلا على المدرسة أو الحضانة بيحب يأخذ معه هاي سمية الأكلات الطيبة فيمكن هون تجي الصعوبة طيب لما نحكي عن موضوع العلاج وحضرت ركزت أنه العلاج الدوائي هو الأساس كونه مرض مزمين خلينا نحكي عن بعض الأخطاء الشائعة اليوم أنت بتشوفها من متابعة بعد الحالات أخطاء يمكن عم تكون بالتشخيص أو بالعلاج أو حتى من الأهالي طيب بالنسبة لموضوع التشخيص نادر أن يكون فيه أخطاء أحيانا فيه تأخر بالتشخيص يعني الطفل بيكون عم بيبول كتير ويشرب كتير وينحف بيصير فيه إنكار للموضوع فبيتأخر التشخيص وممكن يدخل الطفل بحالة حماة تخلون السكر يتستدعي العلاج بالمشفى بالنسبة للأخطاء أنه مثلا العسل ما بيرفع السكر أو التمر ما بيرفع السكر كلها فيها تتحول في النهاية إلى الجلوكوز معظم الأكل اللي نحن اللي بناكله سواء بروتينات أو كربوهيدرات تتحول بالنهاية إلى جلوكوز فنظام غزائي متوازن مع احترام مواعيد الوجبات بشكل رئيسي وإيجاد حل نتعاون مع الطفل موضوع مثلا المدرسي لازم يكون في عنا حدا نتواصل معه إذا صار عنده الطفل نقص السكر يمكن يكون مثلا بالشعب وفعلا شعر بإعراض نقص السكر فلازم يكون الأنسي بتعرف أنه تسمح له مثلا يأكل بوقتها فهي الأمور كلها بدأ تنسيق على مستوى الطبيب العائلي والمدرسي أكيد دكتور بالختام الأطفال يلي عندهم ده السكري والأطفال الأسوية نصائح للأهل نصائح للأطفال كيف نحن ربي والعادنا حتى أيضا ما يصير عندهم لا سكري شبابي ولا سكري شيخوخة ولا أي نوع من السكري لأنه عن جد الله يبعد هالمرض عن كل الناس من أصعب الأمراض يلي بتأثر على النفسية وعلى الجسد أيضا بشكل عام نحن لازم الطفل منذ البداية نشجع على نظام الغذائي الصحي نظام الغذائي الصحي الذي يحترم الهرم الغذائي الابتعاد عن الوجبات السريعة اللي فيها محتوى عالي من الكربوهيدرات التمارين المنتظمة يعني يكون في حركة ماشية يوميا منتظمة هذا كله بيساهم بالوزن الطبيعي وبيساهم أيضا بإبعاد خطر الداء السكري دمط اتنين وفرط شحوم الدم والتوتر الشريع هذا الشيء طبعا ما فينا نحن نفرضه على الأطفال إذا ما كنا نحن عام نطفه فموضوع الوجبات الغذائية تكون على الطاولة مثلا ما يكون فيه وجبات بشكل متكرر ما يكون فيه استهلاك زائد للسعرات الحرارية العالية فالنظام الغذائي الصحي مع الحركة بشكل عام وطبعا الانتباه للأعراض الأعراض إذا ظهرت لازم فور نراجع حتى نجنب موضوع الاستشفاء بحماة خلوني سكري أكيد وهنا لازم الأهل قداش يكونوا وعين لهذا الموضوع صح نحن عم نحكي عن مرض سكري ويمكن يتفاجأ أنه ولد صغير وبمرحلة كتير بكير أنه هو ينصاب بهذا المرض ولكن أكيد بالمتابعة والتعليمات الإرشادية اللي يمكن يتبعوها وممكن يتجاوز كتير مخاطر في أفاق جديدة كمان فيه أمال جديدة بالعلاج على كتير من حكي عن نزرع الخلايا الجزعية على الأجياء الحديثية من المضخات اللي بتصير تعاير وتعطيه نحن طبعا أكتر شي بيزعو جمالية استكري هو الحقن المتكرر ففي حلول وعم تتطور الأمور إن شاء الله إن شاء الله شكرا كتير لك بكتور شكرا كتير لك